حقق النادي الأهلي الفوزة بثنائية مقابل هدف وحيد أمام نظيره الزاد في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري الممتزة افتتح محمود عبد المنعم كهرباء التسجيل لصالح الأهلي قبل نهاية الشوط الأول ثم عزز أحمد عبد القادر نتيجة في الدقيقة الثالثة وستين من عمر اللقاء منما جاءت الدقيقة السابع وثمانين بهدف زاد الوحيد عن طريق مصطفى سعدة ورفع الأهلي راصيده إلى أربع وثمانين نقطة محاققا فوزه رقم واحد وعشرين على توالي في بطولة الدوري والتي حسم لقبها رسميا يوم الخميس الماضي وتجمد راصيد زاد عندها سبع وأربعين نقطة في المركز السابع